السلام عليكم حياكم الله متابعيني معكم لالد اليوم ان شاء الله شاقدم لكم مكرونة القصدير او مكرونة الاجبان في لها مسميات كثيرة وانشهرت مؤخرا وطعمها فعلا لذيذ جدا لأول مرة افعلها وكانت تجربة جدا لذيذة وناجحة وبما انها كانت لذيذة حبيت نزلكم الوصفة عشان تجربوها لاني متأكدة انها اتعجبكم لانها مطبوخة بالصوص الابيض والدجاج وكمان بنضيف عليها في الاخير الديريتوز او شبس الديريتوز بيدي لها طعم لذيذ وقرمشة وحركة جديدة ولذيذة وبسم الله ونبدأ بخطوات الوصفة شاستخدم صدور الدجاج غسلتها وقطعتها الى مربعات صغيرة اضيفها على الطاوة وهي ساخنة جدا مثل ما عودتكم لازم الطاوة تكون ساخنة جدا عشان الماء او السوائل اللي في الدجاج ما تطلعش واذا طلعت لازم نتخلص منها عشان نكهة الدجاج ما يطلعش فيها اي زفرة وتكون طعمها لذيء نقلب الدجاج لما يبدأ يتحمر وينشف تماما وبعدين نبدأ نضيفة له البهارات عادة لما اقلب الدجاج وشفت بدأ يتحمر او بدأ ينشف ويبدأ يحرق ابدأ اضيف بالملعقة الماء حاجة بسيطة من الماء عشان ارطب الدجاج وحاول انه ما ينشفش او يكون ناشف زيادة نضيف ملعقة زبدة للدجاج ونبدأ نقلبها نضيف رشة فلفل اسود وملح فقط بدون اي بهارات ثانية وصفة هذه المكارونة ما بندخلش عليها اي بهارات بتكون النكهة الرئيسية الفلفل الاسود والملح فقط عشان يكون طعمها مركز في الاجبان وكريمة الطبخ نقلبها ونحاول نرطبها بقليل من الماء مثل ما قلت لكم عشان ما تنشف لما توصل معاكم بهذا الشكل مقلقلة وناضجة لون الدجاج هذا من التحميرة وتقليب الدجاج نشيل هنا على الجنب وبنفس الطاوة من دون ما نغسلها نضيف ملعقة زبدة وقليل زيت وبعدين نضيف حبة بصل مفروم ناعم وعلى نار هادئة نقلب البصل لما يذبل انتبهوا البصل يتحمر ولا يحرق عليكم اتخرب نكهة المكرونة انتبهوا وقلبوه على نار هادئة بعد ما يذبل البصل نضيف في الصين ثوم حاولوا تهرس الثوم او تدقوه وتضيفوه للبصل وفي وعاء ثاني اسلق المكرونة واضيف لها الملح والزيت فقط استخدمت المكرونة الايطالية الذي بتكون مخبوزة بالطحين والبيض عندما تسلقوها انتبهوا تسلقوها وتتركوها فترة طويلة تقريبا بتنسلق معاكم من 7 الى 10 دقائق فقط وبتكون جاهزة مع الكريمة الطبخ حتكمل استواءها لانها بسرعة بتنضج وبعدين تتكسر عليكم وبعد ما ذبل البصل وطلعت ريحة الثوم نضيف كوب كريمة الطبخ تقدروا تستبدلوا كريمة الطبخ بعلبة كشطة وكوبين حليب وتقدروا تستخدموا كوبين حليب وملعقتين كبيرة جبن السائلة نقدر نستبدل كريمة الطبخ كمان بخلطة البشاميل اللي دائما افعلها لكم في الجنة اللي هي الطحين والزبدة والحليب وملعقة جبن السائلة اقلب كريمة الطبخ شوية مع البصل اول ما تبدأ تفور او يطلع فيها فقاعات اضيف عليها الدجاج واقلب الدجاج شوية عشان تكسب نكهة كريمة الطبخ واخر شي اضيف المكارونة نضيف المكارونة ونقلبها لاحظوا كيف المكارونة استواءها بيكون 60% تقريبا عشان ما تتقطعش عليكم ويخرب شكلها هذا المكارونة معروفة انها تنضج بسرعة وكمان يشتي لها طبخ بهدو ان شاء الله انزل لكم طريقة صنع المكارونة المنزلية خاور القوي انزلها لكم واجربها معاكم بعد ما قلبنا المكارونة تقريبا 5 دقايق على النار نقدمها على طول لازم نقدمها على طول لان المكارونة حتمتصل كريمة وبعدين تنشف عليكم في حال تأخر تقديم الاكل تقدروا انكم تضيفوا المكارونة قبل التقديم مباشرة يعني تتركوا الدجاج وكريمة الطبخ الوحدة والمكارونة بعد السلق الوحدة وقبل التقديم تضيفوا المكارونة على كريمة الطبخ وتقلبوها على النار 5 دقائق وتقدموها على طول لان ميزة المكارونة هذا الصوصة الابيض فاذا خسرت الصوصة الابيض حتكون ناشفة انا شاكسمها نصين جزء منها شاخدة واحطها على القسطير واضيف عليها كمية من الجبن وكمان رشة من الدريتوز واغلق القسطير باحكام عشان ما تسيح علينا الجبن اللا خارج وادخلها الفرن الساخن مجرد بس تذوب الجبنة تقريبا من 5 الى 7 دقائق فقط ونقدمها على طول قبل ما تبرد الجبنة عشان نحصل على هذا المطة الجميلة واللذيذة تلذذوا بالله عليكم شوفوا كيف شكل المكارونة تستحق التجربة ولا ما شيء لذيذة جدا ولا تقاوم فعلا تستحق التجربة حتى لو كانت متعبة شوي وفيها بعسسة خفيفة بس والله لذيذة جدا أقولها وبصراحة أول تجربة لي لهذا المكارونة وإن شاء الله ما حتكونش آخر تجربة لأنها فعلا سهلة في التحضير ولذيذة وشيء لا يقاوم جدا في قمة اللذاذة إن شاء الله تطبقوها وتنال إعجابكم وتعتمدوها في وصفات المكارونة حقكم وخاطركم وإن شاء الله ألقاكم في الفيديوهات الجاهية شاركوا أصدقائكم الوصفة ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتي